خلينا نتكلم عن أهمية هذه الزيارة في البداية كده وبنبدأ سريعة خلينا نتكلم أن الزيارة جاء في توقيت مهم العالم بيشهد الآن تغيرات وتحولات جيوستراتيجية مهمة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022 وحتى يومنا هذا بدأت حالة من التغير في هيكل وبنية النظام الدولي وبالتالي انعكس على النظام الإقليمي أو النظام الإقليمية في عديد من الأماكن وبطبيعة الحال شهدت المنطقة أيضا حالة من التطور كان آخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع قد هذه الحرب التي تستمر أو دخل في شهرها الحادي عشر في ارتفاع قتلى ومخاوف من توسع الحرب إلى أن تصل إلى حرب إقليمية شاملة وهذا ربما ما كان تحذير رئيسي من الدولة المصرية على الثاني سيد الرئيس عفتاح السيسي أن ما يخشى أن تتوسع الحرب وتصبح حرب إقليمية شاملة وبالتالي هذه التغيرات لم تطل فقط لم نتحدث على قطاع قد ولكن أصبح هناك أيضا مصر عمليات أو أحداث يشهد البحر الأحمر وهذه الأحداث بالتالي انعكست على حركة التجارة الدولية وعلى المجتمع الدولي إضافة إلى ذلك تغيرات تحدث في أفريقيا وفي عدد من دول العالم وبهذا الحال اكتسبت الزيارة أهمية نتيجة التغيرات التي تحدث في المنطقة تغيرات سياسية إضافة إلى التغيرات حتى الاقتصادية التي تطرع على بنية النظام الدولي من حرب العملات والتنافس الاقتصادي أيضا فكرة تعميق العلاقات في هذا التوقيت له دلالة مهمة جدا نحن نتحدث أن زيارة سيد الرئيس عفتاح السيسي تأتي في ظل رؤية للدولة المصرية في توسع العلاقات الاقتصادية وربما كان هذا العكاث واضح في هذه الزيارة حينما أبرم قرابة 20 التفقية أو 15 التفقية بين البلدين هذا الأمر يؤكد على محورية الرؤية المصرية إضافة إلى ذلك عوامل التغير التي تحدث في عديد من بلدان العالم والظواهر التي باتت تحدث الآن في المنطقة العربية تحديدا أو الشرق الأوسط